بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد مرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء مادة العلوم للصف الخامس الإبتدائي دورة الماء الدرس الثالث يتوقع في نهاية الدرس أن تكون عزيزي قادرا على أن تستنتج مفهوم الخزان المائي ثانيا أن تذكر جهود دولة قطر في توفير الماء العذب هل أنتم مستعدون أحبتي؟ هيا بنا تعلمنا سابقا أن الماء النقي ليس له رائحة وليس له طعم وليس له لون في صورة أنظر وأتساءل تشير الصورة إلى أن دولة قطر دخلت في كتاب جينيتس في أكبر خزان لمياه الشرب في العالم لكن لماذا تقوم دولة قطر بتنفيذ مثل هذا المشروع؟ ما رأيكم أحبتي؟ نعم أحسنتم هناك حاجات أساسية منها رفع إنتاجية الماء وأيضا تلبية الطلب المتزايد عليه لكن هل هناك نقص في مياه الشرب في دولة قطر؟ ما رأيكم؟ لنجيب على هذا السؤال فلنشاهد معا هذا الفيديو وأيضا نفكر في إجابة هذه الأسئلة ما أسباب نقص المياه العذبة في دولة قطر؟ وماذا نعني بالخزان المائي؟ هل أنتم مستعدون أحبتي؟ هيا بنا إذن يا أختي دولة قطر من ضمن الدول التي تتصف بندرة الأمطار وندها مصادر الماء العذب لذلك تقوم الدولة بإنشاء الخزانات المائية الخزانات المائية؟ ما الخزانات المائية؟ الخزانات المائية؟ هو حوض كبير لتخزين كميات من مياه الأمطار وذلك لاستخدامها فيه الرأي وتوليد الطاقة وتزويد الناس بالمياه اللازمة للإستهلاك ويكون الحوض إما طبيعيا أو صناعيا بارك الله بك يا أخي لقد تعلمت اليوم الكثير الآن بعد مشاهدة هذا الفيديو برأيكم هل هناك نقص أصلا في المياه العذبة في قطر؟ نعم أحسنتم قلنا نعم هناك نقص كباقي الدول لكن ما أسباب هذا النقص؟ من يقول لي؟ نعم يا عزائي ندرة الأمطار وانعدام مصادر الماء العذب لكن ماذا نعني بالخزان المائي؟ نعم إنه حوض كبير لتخزين كميات من الأمطار لاستخدامها في الري وتوليد الطاقة وتزويد الناس بالمياه اللازمة للاستهلاك وقلنا أن الخزان المائي إما أن يكون طبيعيا في الدول الغنية بمياه الأمطار أو يكون صناعيا في الدول نادرة الأمطار إذن أحباء الطلبة نستنتج أن الماء العذب في دولة قطر يعاني من نقص بسبب ندرة الأمطار وانعدام مصادر الماء العذب بالإضافة طبعا إلى الطلب المتزايد على الماء وأيضا نستنتج أن الخزان المائي هو حوض كبير لتخزين كميات من الأمطار لاستخدامها في الري وتوليد الطاقة وتزويد الناس بالمياه اللازمة للاستهلاك الآن افتح كتابك صفحة 98 والسؤال كيف يمكن الاستفادة من مياه الأمطار لتوفير احتياجات الماء في منزلك بإمكانك أن توقف الفيديو وتحاول إجابة عليه نعم أحسنتم من خلال عملية تجميع المياه الهاطرة على سطح البيت وتجميعها في خزان أرضي في نفس البيت من كانت إجابته هكذا أو قريبة منها فليضع لنفسه وجها مبتسما الآن أحبائي ما هي الجهود التي تبذلها دولة قطر في توفير الماء العذب نعم أحسنتم قلنا في بداية الحصة أن المؤسسة العامة القطرية الكهرباء والماء كهرماء قامت بالاستفادة من تجميع مياه الأمطار وبناء الخزانات الاستراتيجية هل لديكم معلومات عنها؟ فلنشاهد معا هذا الفيديو لنتعرف عليها بشكل أكبر لكن عزيزي بعد مشاهدة هذا الفيديو أطلو منك الإجابة على السؤالين ما الأسباب الرئيسة لتنفيذ دولة قطر لمشروع الخزانات الاستراتيجية وما فوائد الخزانات الاستراتيجية في دولة قطر تنتصف دولة قطر بندرة الأمطار وانعدام مصادر الماء العذب فيها لكن ما الجهود التي تبذلها الدولة في توفير الماء العذب؟ فلنشاهد هذا الفيديو للتعرف على تلك الجهود بسبب نمو دولتنا قطر وتطورها المتواصل وتزايد الحاجة للماء من سكانها قررت كهرماء تدشين مشروع الخزانات الكبرى لتأمين المياه يوفر مخزون ضمن شبكتها المكونة من 24 خزان من أكبر خزانات الماء في العالم الخزانات الجديدة ومحطات الضخ بتكون لأمبرتة أم صلال روضة راشد أبو نخلة والثمامة شبكة واسعة من الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة ومتعددة الارتباطات بتوصيل الماء من أي محطة تحلية لأي من الخزانات الجديدة وبتربط الماء مع الشبكة الحالية كما شاهدنا بالفيديو السابق فإن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بادرت بالاستفادة من تجميع مياه الأمطار بتنفيذ مشروع الخزانات الاستراتيجية المائية حيث بدأت المرحلة الأولى عام 2018 إذن أحبائي ما الأسباب الرئيسة لتنفيذ دولة قطر لمشروع الخزانات الاستراتيجية؟ ما رأيكم؟ نعم ندرة الأمطار ينعدام مصادر الماء العذب كما قلنا في البداية وأيضا التطور المستمر لدولة قطر بالإضافة إلى الطلب المتزايد على الماء وما فوائد الخزانات الاستراتيجية؟ نعم رفع إنتاجية الماء في قطر وتلبية الطلب المتزايد على الماء في قطر بالإضافة إلى المحافظة على مخزون المياه الجوفية وأخيرا تعزيز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي إذن نستنتج أحبتي أنه بسبب ندرة الأمطار وانعدام مصادر الماء العذب وبسبب التطور المستمر لدولة قطر والطلب المتزايد على الماء قامت دولة قطر بتنفيذ مشروع الخزانات الاستراتيجية ونستنتج أيضا أن من فوائد الخزانات الاستراتيجية رفع إنتاجية الماء وتلبية الطلب المتزايد على الماء بالإضافة إلى المحافظة على مخزون المياه الجوفية وتعزيز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وصلنا إلى ماذا تعلمنا اليوم قلنا أن الخزان المائي عبارة عن حوض كبير لتخزين كميات من الأمطار لاستخدامها في الري وتوليد الطاقة وتزويد الناس بالمياه اللازمة للاستهلاك ومن مساعي دولة قطر في توفير الماء العذر قامت شركة كهرماء بتنفيذ مشروع الخزانات الاستراتيجية الذي يعد العمود الفقري لاستراتيجية الأمن المائي في الدولة ومن أهميتها رفع إنتاجية الماء وتلبية الطلب المتزايد على الماء وتعزيز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي بالإضافة إلى محافظة على مخزون المياه الجوفية التقويم سؤال اختب النفسك صفحة 98 الفرع الثالث ما الهدف من بناء الخزانات الاستراتيجية في دولة قطر نعم أحبتي رفع إنتاجية الماء تلبية الطلب المتزايد على الماء والمحافظة على مخزون المياه الجوفية بالإضافة إلى تعزيز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وفي سؤال فكر وتحدث واكتب السؤال الخامس صفحة 104 كيف استفادت دولة قطر من دورة الماء في الطبيعة؟ ما رأيكم؟ نعم من خلال تنفيذ مشروعات الخزانات الاستراتيجية وأخيرا أحبتي وصلنا إلى نهاية درسي هذا اليوم مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر